تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلة يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التوسع في الإفراج بالعفو تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وفي هذا السياق وتنفيذا للقرار الجمهوري رقم 417 لعام 2023 بشأن الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 3328 نزيلاً احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية ولكي يتم الإفراج عن هذا العدد من النزلاء عقدت لجان العفو المختصة اجتماعاتها لفحص ملفات النزلاء وتحديد المستحقين والمستوفين لشروط العفو وانتهت إلى الإفراج عن هذا العدد من النزلاء وهو ما يعكس رؤية إصلاحية متطورة تنتهجها وزارة الداخلية منذ إنشائها مراكز الإصلاح والتأهيل كتجربة مصرية فريدة في التأهيل والإصلاح والرعاية نتاجها كانت توسع في الإفراج بالعفو لإتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة بشكر الرئيس اللي هو يعني لتنشانه في عفو ودينا فرصة اللي أنا يعني أمشي في حياة جديدة ومبسوطة وفرحونة اللي أنا طالع على عيالي وبيتي تاني وهبدأ حياة جديدة حاجة كويسة إن في عفو الناس بتمشي وإن رئيس السيسي بيدينا فرصة إن إحنا نبدأ حياة جديدة اللي إحنا العادة ده ما نجيبهش تاني فرحونة ومبسوط عشان أنا مروح في عفو السادس من أكتوبر وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا وعلى المعاملة الأدمية اللي الناس بتعامل عنها في مراكز الإصلاح والتأهيل أنا بشكر سيادتي رئيس جداً إنه هو عمل لنا عفو ستة أكتوبر وطلعني إن أنا هطلع عفو ستة مامتي وإخوتي من تاني وبشكره جداً 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 أقيمة احتفالية بالمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبروا خلالها عن فرحتهم بالقرار الرئاسي الذي فتح لهم باب الآمل في الحياة والفرصة للاندماج في المجتمع بعد أن تم تأهيلهم وتقويم سلوكياتهم وفقاً لبرامج إصلاحية متطورة تراعى فيها معايير حقوق الإنسان سواء في الإصلاح أو في الرعاية الصحية والاجتماعية والمعيشية والتعليمية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فرحونا وبشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي أنه عمل لنا العفو وفرحونا أنه أخرج بابني وأخرج عند أهلي في عمبر قص بالحضانة وحضرتك إحنا عاديين في الحضانة وبيلبونا كل طلباتنا وبيجيبونا لبا للأطفال وعمل لنا الترايض تحت ليهم ألعاب وحاجات حلوة يعني كتير وعمل لنا شاشة في كل غرفة وسرير أطفال في كل غرفة والدنيا رعاية كويسة جداً أنا هنا لقيت هوايتي هنا أنا في القرال هنا في الموسيقى يدربونا في أهلة موسيقية هنا كويسة معاملة قدمية جداً إحنا بناخد حياة كريمة للإنسان نفسه فعلاً دي يعني سيادة الرئيس فعلاً موفر كل دوت دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للأمان بالصنعة دي هقدر أعيش لحظات من الفرحة والسعادة عاشها المفرج عنهم عقب استقبال أسارهم لهم أمام مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عقب الإفراج عنهم مباشرةً الله أحمد ربنا يعني عفو ضوص وبشكره جداً والحمد لله لأنا واستهل دلوقتي نحيا مصر نشكر سيادة الرئيس على تزيوعة العفو وإحنا بنقوله إحنا متشكرين جداً رئيس وربنا يخليك لي هنا وبنشكر يعني كل المسؤولين هنا يعني يعني كنا حتى منيجي في الزيارات يعني كانت أحسن معاملة وأحسن استيبال والله أنا أساساً ما كنت سمطقي عمني يطلع النهاردة إن شاء الله ولكن انتصل أبي فبصراحة يشكره وأشكر سيادة الرئيس على هذا العفو شايفي بن السلح من شأنه كتير واتطور للأحسن وشايفي بن أدم جديد وبن أدم محترم ما فيش أحسن من كده حاجة يعني كلنا بنحبك سيادة الرئيس وبنقول تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تطبيق واضح للمعايير الإنسانية في المنظومة العقابية والتوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم هذه المعايير التي تفتح آفاقاً جديدة للمفرج عنهم للحياة والعمل والبداية من جديد إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل جاء وفقاً للمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان فهي تجربة تأهيلية وإنسانية متفردة ومعها كان التوسع في الإفراج بالعفو في المناسبات الوطنية المختلفة بعد برامج تأهيلية وإصلاحية يتم تطبيقها على النزلاء لبداية حياة جديدة من أمام مركز الإصلاح والتأهيل العشر من رمضان عبدالله بركات التلفزيون المصري